هذا وقد شاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمضامين الكلمة السامية لجلالة عهل البلاد المفدة التي تفضل بها جلالته لمناسبة الذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطنية كما شاد رئيس مجلس الشورى بالتوجهات الكريمة للعاهل المفدة في هذه المناسبة الوطنية بتحسين مستوى المعيشة للأسر البحرينية وتوفير السكن المناسب لهم فمن أبرز ثمرات الميثاق إرساء دعائم الحياة الديمقراطية ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرار والذي انبثق عنه دستور 2002 والسلطة التشريعية بنظام المجلسين وما يمثلانه من تجربة بحرينية لها خصوصيتها والتي ينبغي العمل على تكريسها والحفاظ عليها وأن السلطة التشريعية ستجعل من ميثاق العمل الوطني دليلا ونهجا للقيام بعملها بهذه المناسبة تقدم معالي رئيس مجلس الشورى بالتهنئة لمقام العاهل المفدى واسم رئيس الوزراء واسم ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والشعب البحراني الكريم لهذه المناسبة العزيزة داعيا المولى عز وجل أن يحفظهم ويحفظ مملكة البحرين وأهلها من كل مكروه ترجمة نانسي قنقر